أستاذ إسلام عفيفي بسؤالي عن افتراضية وقع تصريحات مصر حول جهزيتها للتعامل مع كافة السيناريوات أعتقد أن التصريح ليس الأول من نوعه ولكنه امتداد لتصريحات كثيرة خرجت من القاهرة على لسان مسؤولين بالأمس كانت الخارجية المصرية تتحدث عن أن ما يجري هو يضع المنطقة على حفة هاوية وهذا التصعيد يجب أن يتوقف فورا كانت العبارات شديدة اللهجة أعتقد اليوم بالتصعيد الإسرائيلي المستمر مصر تحذر ربما للمرة الأخيرة من أن ما يجري قد يقابل بأنواع من الرد والردود بسيناريوهات مختلفة قد تتوقعها إسرائيل إسرائيل تضع اتفاقية السلام على المحك تضع اتفاقية 2005 للمعابر على المحك وبالتالي هي تهدد أمن منطقة شرق الأوسط وبالتالي أمن العالم كله يكفي أن نقول أن سلاسل الإمداد وحركة التجارة والملاحة كيف تؤثر على المواطن في الاتحاد الأوروبي والمواطن في أمريكا يعاني أصلاً الاقتصاد الأمريكي على مدارة 3 سنة وكان يعاني من الركود ويعاني من التضخم وبالتالي نتحدث عن هو لا يبحث عن مجد شخصي في الحقيقة نتنياهو نتنياهو يبحث عن طوق نجاة له سياسية غروب للأمام طول الوقت وأن مجرد وقف الحرب يعني المحاكمة والحبس وبالتالي تجد مثلاً زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدث عن أن يجب على نتنياهو أن يصدر أوامره فوراً أن يذهب الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة ليوقع الهدنة ليوقع على الهدنة هذا هو صوت المعارضة الإسرائيلية من الداخل الإسرائيليين يحاصرون بيت نتنياهو ويطالبون بالتحرير والإفراج عن الرهائن والانخراط في الهدنة أيضاً هذا ضغط من الداخل مصر لا يمكن أن تسكت وأنها القوم مهدد العالم كله على مرأة ومسمع منه يرى مجازر يرى تدمير يرى حالة من الفوضى يرى حالة من العناد والاستعلاء والغطرسة الإسرائيلية غير المسبوقة يعني لن يتحمل أحد ردود الأفعال المصرية ولن يتحمل لن تتحمل المنطقة أن يكون هناك نوع من يعني هناك تفاقية سلام ومصر رهنت على السلام طوال العقود الماضية وتعاملت بمسؤولية شديدة جداً خلال الأزمة وكانت الوسيط الموسوق من كل الأطراف سواء حتى من حكومة الاحتلال أو من الأطراف الفلسطينية المختلفة السلطة الفلسطينية والمقاومة والمنطقة كلها تعول على الدور المصري وتدعم هذا الدور وبالتالي أعتقد أن هناك من العقلاء في العالم الذين يجب أن يتدخلوا لإعادة الأمور إلى نصبها أن يكون هناك صوت من الحكمة إسرائيل يعني تضع نفسها في معزل عن العالم زي ما قلت حكومة منبوزة دولة معزولة وبالتالي حالة العداء في المنطقة في المحيط العربي وفي الإقليم كله أنت كنت تسعى قبل 7 أكتوبر أنت تتسعى دائرة السلام والجلوس على مائدة التفاوض ورغبة في علاقات طبيعية مع دول المنطقة تفعيل عملية السلام شاملة في المنطقة في المنطقة العربية الآن أنت تصير عكس كل هذا الاتجاهة من يدفع تمن هذا؟ المنطقة بالكامل والعالم أيضا هل يتحمل العالم أن يحدث انفلات للأوضاع أو التصعيد أكثر مما يجري الآن؟ الكلام عن أن هناك تجويع وحرب إبادة وعقوبات جماعية وهناك سؤال لبايدن وهو الآن إذا كان هناك ضمير يعني يحركه كإنسان قبل أن يكون رئيس أكبر دولة في العالم سؤال من محكمة العدل الدولية هل يتم استخدام السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي حتى فيما يتعلق بالحروب؟ مطلوب من البيت الأبيض أن يجيب عن هذا السؤال حتى وفق القانون الأمريكي حتى وفق القانون الأمريكي لا يسمح لا يسمح صحيح